بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أهلا وسهلا بلقاء بكم يتجدد منكم وإليكم في مادة الرياضيات ستة للمستوى الثاني في الباب الثاني إذن نأخذ اليوم الجزء من أجزاء درس الصورة القطبية وصورة الدكارتية للمعادلات أخذنا فيما سبق تمثيل النقاط في المعادلات القطبية والدكارتية سنضيف اليوم جزئية أخرى للتحويل ما بين الإحداثيات الدكارتية والقطبية على شكل معادلات إذا حددت النقاط نقطة على دائرة الوحدة إحداثياتها بإكس وواي في المعادلة الدكارتية والمطلوب تحويلها إلى صورة قطبية تُعطى بمعادلة كوساين سيتة تساوي إكس على آر وقيمة الآر اللي هي عندنا الوتر تساوي واحد إذن مراجعة بسيطة لما أخذ إحداثيات النقطة بإكس وواي علشان أوجد إحداثيات النقطة بإكس وواي كوساين الدالة سيتة تساوي إكس على آر والقيمة الآر تساوي واحد إذن كوساين تساوي إكس قيمة أي إكس أضع بدالها كوساين الزاوية سيتة ودل ساين سيتة تساوي واي على آر وقيمة الآر تساوي واحد فبالتالي تصبح ساين سيتة تساوي واي على واحد إذن ساين سيتة تساوي واي فبالتالي النقطة بإكس وواي من الصورة الدكارتية أصبحت تساوي كوساين سيتة وصاين سيتة بدل الإكس كوساين وبدل الواي كوساين والآر قلنا قيمة واحد لأنه يقع على دائرة الوحدة إذن يمكن كتابتها بدلالة إكس وواي والآر على الصورة القطبية إكس تساوي آر في كوساين سيتة وصاين سيتة تساوي واي تساوي آر في صاين سيتة هذه الجزئيات سبق أن تطرقنا لها ولكن اليوم نأخذها من باب التذكير وتمع المعلومات تحويل الإحداثيات القطبية إلى الدكارتية إذا كانت النقطة بي هي إحداثيات دكارتية تعتمد على آر وسيتة فإن الإحداثيات الدكارتية للنقطة بي الآن المطلوب مني تحويلها إلى الإكس والواي فبالتالي عندي نقطة بي آر وسيتة حيث طول الظلع الانتهاء قيمة آر والزاوية المصنوعة من محور القطب إلى ظلع الانتهاء هي الزاوية ثيتة فبالتالي المطلوب إحداثيات النقطة بي آر وسيتة بتحويلها إلى قيمة الإكس وقيمة الواي مع الزاوية ثيتة إذن الإكس تساوي آر في كوساين سيتة والواي تساوي آر في ساين سيتة هذه على الصورة القطبية تحويلها إلى صورة دكارتية أي قيمة الآر في الكوساين هي عبارة عن الإكس والآر في الساين هي عبارة عن الواي تحويل إحداثيات دكارتية إلى إحداثيات قطبية قيمة الآر تساوي الجذر التربيعي لإكس تربيع زائد نواي تربية الآن أنا عندي قيمة الإكس وقيمة الواي المطلوب مني إيجاد قيمة الآر فبالتالي الآر تساوي الجذر التربيعي لإكس تربيع زائد نواي تربيع وقياس الزاوية ثيتة هي احتمال ثلاث نقاط هل قيمة الإكس قيمة موجبة أو قيمة الإكس قيمة سالبة أو قيمة الإكس تساوي صفر إذا كانت قيمة الإكس تساوي صفر فبالتالي إيجاد الزاوية الثيتة تساوي شفت تان واي على إكس إذا كانت القيمة الإكس موجبة إذا كانت قيمة الإكس قيمة سالبة فبالتالي شفت تان واي على إكس ويضاف لها مية أو ثمانين أو يضاف لها باي أحد القيمتين تضاف لها بحسب المعطيات في الدالة إذا كانت الإكس تساوي صفر فبالتالي التمثيل على محور Y الإكس تساوي صفر فبتقع على الواي موجبة أو الواي سالبة إذا كانت قيمة الواي قيمة موجبة فإن قياس الزاوية يساوي تسعين درجة إذن في الربع الأول والثاني تقع قياس الزاوية تسعين درجة الواي إذا كانت الواي قيمة سالبة فبالتالي تقع على الزاوية ميتين أو سبعين سواء بالتقدير الدائري أو تقدير الدرجة هذا تذكير لما تم أخذه في بعض الأحيان تحتاج إلى التحويل من المعادلات الدكارتية إلى المعادلات القطبية والعكس الصحيح وذلك لتسهيل بعض المعادلات فالمعادلات الدكارتية بعض الصور لها معاقدة أكثر منها على الصورة القطبية فلو لاحظنا صورة معادلة دائرة مركزها مركز الأصل النقطة 0 و0 ونصف قطرها 3 إذن دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 3 هذه كتابتها على الصورة الدكارتية بينما لو أخذناها على الصورة القطبية نجدها تساوي فقط R تساوي 3 فصورتها القطبية أسهل منها على الصورة الدكارتية والعكس صحيح كذلك بعض المعادلات على الصورة القطبية معقدة وصورتها الدكارتية أسهل فلو أخذنا المعادلة التالية R تساوي 6 على 2 في كوساين سيتا ناقصا 3 في كوساين في ساين سيتا هذه صورتها على الصورة القطبية لو لاحظنا قيمتها على الصورة الدكارتية نجدها أنها تساوي 2x ناقصا 3y تساوي 6 فبعض الصور القطبية أسهل منها الصورة الديكارتية والعكس صحيح الصور الديكارتية قد يكون هناك أسهل منها في الصورة القطبية نجد للمثال موجود عندنا تحويل المعادلات الديكارتية إلى المعادلات القطبية والمعادلة لدينا x ناقصا 4 لكل تربيع زائدا y يساوي 16 المطلوب مني تحويلها إلى صورة قطبية في بعض المعطيات المهمة لإيجاد الصور القطبية عوض عن x بR في كوساين سيتا فبالتالي نضع بدلا من x R كوساين سيتا فراح يصبح R في كوساين سيتا هذه بدلا من x ناقصا 4 لكل تربيع زائدا ال-y المطلوب أني يعوض عنها بR ساين سيتا فيصبح R في ساين سيتا وهذا يساوي 16 الآن لو لاحظنا أنه R في كوساين سيتا ناقص 4 لكل تربيع هنا مرفوع إلى القوة تربيع فبالتالي أحتاج أني أفك القوس هذا كاملا طريقة مفكوك التربيع راح يكون عندنا مربع الأول R تربيع كوساين تربيع سيتا إشارة الوسط تنزل الأول في الثاني في الثنين إذن 2 في 4 في R كوساين سيتا فيصبح عندي 2 في 4 ثمانية R كوساين سيتا الحد الأخير مربع الأخير راح يعطينا موجب 16 هذا فقط لفك التربيع في القيمة الأولى زائدا تربيع هنا الآن عبارة عن قيمة واحدة فبيصبح R تربيع في ساين تربيع سيتا وهذا يساوي 16 نجي للقيم الموجودة عندنا هنا لو لاحظنا أنه في الطرف اليسار موجب 16 والطرف اليمين موجب 16 بإمكاني يتخلص منهم بإضافة سالب 16 للطرفين حتى يتمحل المعادلة بالإضافة إلى لو نلاحظ أنه R كوساين سيتا و R تربيع ساين سيتا هي قيم تربيعية فبالتالي لو أخذتها عند بعض R تربيع كوساين تربيع سيتا زائدا R تربيع ساين تربيع سيتا أخذت القيمتين مع بعض لأنه من الر تربيع ناقصا ثمانية في كوساين سيتا ثمانية R كوساين سيتا وهذا يساوي صفر الآن لاحظ القيمة الأولى R كوساين سيتا و R ساين سيتا نجد أن هناك R قيمة مكررة في الحالتين فبالتالي R تربيع كوساين سيتا زائد ساين سيتا تربيع تربيع يساوي الآن القيمة سالب ثمانية R كوساين سيتا لا يمكن أن أضيفها مع القيمتين فلو أضفت موجب ثمانية R كوساين سيتا للطرفين راح تروح واحدة موجبة واحدة سالبة مع بعض فبالتالي يبقى عندي هنا ثمانية R كوساين سيتا إذن الناتج اللي حصلت عليه R تربيع في كوساين تربيع سيتا زائد ساين تربيع سيتا وتساوي ثمانية في R في كوساين سيتا الآن كوساين تربيع سيتا وصاين تربيع سيتا هذه من المتطابقات في ثقورس كم تساوي 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 واحد فبالتالي R تربيع تساوي ثمانية R كوساين سيتا المعادلة بعد ما كانت عندي معادلة طويلة أصبحت R تربيع تساوي ثمانية R كوساين سيتا الر التربيع هي عبارة عن R ضرب R فلو قسمنا على R للطرفين رح نحصل على قسمة R وقسمة R التربيع سيروح مع الر يتبقى لي من المعادلة R تساوي ثمانية كوساين سيتا إذن الناتج اللي حصلت له من الصورة الديكارتية X ناقصاً أربعة لكل تربيع زائداً Y التربيع يساوي ستة عش حصلت منها للتحويل على الصورة القطبية أنها R تساوي ثمانية كوساين سيتا بعد عمليات تغيير من الـ X إلى كوساين R كوساين سيتا وتبديل الـ Y بـ R ساين سيتا ننتقل إلى مثال آخر في فقرة B تحويل المعادلات أن Y تساوي X تربيع استعمل أن الـ X تساوي R كوساين سيتا وأن الـ Y تساوي R ساين سيتا إذن الـ Y تساوي R ساين سيتا من المعادلة Y تساوي X تربيع هذه المعطيات سأبدل الـ Y بـ R ساين سيتا التي تحويلها إلى صورة قطبية فبالتالي R في ساين سيتا تساوي الـ X سأبدل عنها بـ R كوساين تربيع فيصبح أنها R تربية كوساين تربية سيتا الآن المطلوب مني أوجد الدالة في R فأنا عندي قيمتين للـ R R في ساين سيتا و R تربية كوساين سيتا فمحتاج أني أقسم على أحد الطرفين فأقسم على R كوساين تربية سيتا و R كوساين تربية سيتا اختصاراً للقيام ستذهب لدي R مع R في البسط والمقام فأحصل على R اللي هي ساين سيتا على كوساين سيتا وتساوي نختصر فبالتالي الطرف هنا يساوي عندنا R إذن بعد ما اختصرت وجدت أن R تساوي ساين على كوساين تربية سيتا الآن R تساوي ساين سيتا لاحظنا الكوساين عندي هنا قيمتين فبالتالي ساين سيتا على كوساين سيتا في واحد على كوساين سيتا لأن الكوساين تربيع هنا هي عبارة عن قيمتين فأصبحت بالشكل التالي R تساوي ساين سيتا على كوساين سيتا في واحد على كوساين سيتا ساين سيتا على كوساين سيتا هي دالة مثلثية فيصبح R تساوي ساين على كوساين هي تساوي التان اللي هي ظل الزاوية تان سيتا فبالتالي تصبح R تان سيتا و 1 على كوسين اللي هو 1 على جيب تمام الزاوية تساوي سك سيتا يقاطع الزاوية فبالتالي من الواي تساوي X تربيع على الصورة الديكارتية حصلت على أن الار تساوي تان سيتا في سك سيتا اللي هو تمام الزاوية في قاطع الزاوية إذن R تساوي تان سيتا في سك سيتا ننتقل إلى مثال آخر أكتب كل معادلة على الصورة القطبية رح أعوض عن X بR كوسين سيتا وعن AY ب R ساين سيتا تعالوا نعوض مع بعض الـ X رح تكون عندنا R في كوسين سيتا تربيع تربيع شرت الـ X وعوضت عنها في R كوسين سيتا مع التربيع زائدا الـ Y رح أعوض عنها بR ساين سيتا فيصبح R سيتا سيتا ناقصا ثلاثة الكل تربيع ويساوي 9 الخطوة التالية رح أفك التربيع الحدود الموجودة عندي فنحصل على أن R تربيع في كوسين تربيع سيتا زائدا تعالوا نفك التربيع مع بعض القيمة الموجودة عندنا هنا مربع الأول R تربيع في ساين تربيع سيتا إشارة الوسط الأول في الثاني في الثنين في الثنين في ثلاثة في R ساين سيتا هذا مفكوك التربيع جزء من مفكوك التربيع فبالتالي اثنين في ثلاثة رح يعطينا ستة R و ساين سيتا ناقصا تسعة وهذا يساوي تسعة الآن لو ألقينا نضرح على الدالة اللي حصلت عليها والمعادلة اللي حصلت عليها نجد أن أنا هنا بإضافة موجب تسعة للطرفين رح يروح مع بعض قيمة سالبة و قيمة موجبة فبالتالي أحصل على صفر في الطرف اليمين نأتي للطرف اليسار نجد أنه دوال تربيعية فنحصل على R تربيع موجودة في الطرفين R تربيع والطرف الأول فيه كوساين تربيع سيتا زائد ساين تربيع سيتا تساوي الآن القيمة الموجودة عندي هنا سالب ستة ساين تربيع ستة لو أضفت لها موجب لأنه لابد أن يتخلص منها في الطرف اليسار ما تخدمني في حل المعادلة في الطرف اليسار فضروري تكون عندي في الطرف الآخر عشان أتخلص منها أضيف بعكس الإشار موجب ستة ساين سيتا الآن وحدة موجبة ووحدة سالبة برضو هنا رح أضيفها للطرف الآخر ستة زائد ستة R في ساين سيتا الآن الطرف اليمين رح يصد عندي قيمة صفر وحدة موجبة وحدة سالبة الطرف اليمين متبقي عندي ستة R في ساين سيتا الآن الحد التالي الموجود عندي هنا هذا قيمته من متطابقات في ثقرس أنه قيمته واحد فبالتالي R تربيع في واحد R تربيع تساوي ستة في R ساين سيتا الآن المطلوب مني أتخلص من R فأقسم الطرفين على R إذن في البسط والمقام سيرح يتبقى لي أن R تساوي ستة في ساين سيتا وهذه تحويل الصورة القطبية من X تربيع زائد Y ناقصا ثلاثة لكل تربيع تساوي تسعة وحصلت على أن قيمة R تساوي ستة في ساين سيتا تحويلها على الصورة القطبية أكتب كل معادلة على الصورة القطبية X تربيع زائد Y تربيع تساوي 1 التحويل من قيمة X R في كوساين سيتا تربيع ناقصا Y ناقصا قيمة Y نعوضها بالR فتصبح R تربيع ساين ويساوي 1 الآن R تربيع وR تربيع وكوساين وصاين إذن ممكن أنا أخذ R عامل مشترك فيصبح R تربيع والقيمة الموجودة عندي هنا كوساين تربيع سيتا ناقصا ساين تربيع سيتا وتساوي 1 الآن القيمة الموجودة عندي هذه هي متطابقة لفيثة غرص ضعف الزاوية فهذه تساوي كوساين 2 ضعف الزاوية إذن أحصل على أن R تربيع في كوساين R في كوساين ضعف الزاوية سيتا تساوي 1 الآن أنا المطلوب عندي قيمة الر وحدة فأتخلص من الكوساين ضعف الزاوية بالقسمة على كوساين ضعف الزاوية للطرفين راح راح يروح البسط مع المقام فنحصل على R تربيع تساوي 1 على كوساين ضعف الزاوية وهذه أيضا متطابقة في ثغرس وتساوي سيك سيتا إذن الخطوة الأخيرة R تربيع تساوي من 1 على كوساين سيتا تساوي سيك سيتا إذن المتطابق تحويل الصورة القطبية من X تربيع ناقصا Y تربيع تساوي 1 وجدت أنها في الأخير تساوي R تربيع تساوي سيك سيتا نأخذ مثال اختياري الصورة القطبية للمعادلة X تساوي سالب 2 اختر أيهم الإجابات الطبيعي الطالب مجرد ما يفكر في هذه حينظر إلى سالب 2 فجميع الخيارات فيها سالب 2 الآن القيمة الموجودة عندي هنا X ونحن X نعوض عنها في cos فقيمة C لكن هل الكلام هذا صحيح هل الطريقة التي اختارها صحيح أو لا ننظر نعوض عن X ب R cos سيتا حسب المعطيات رح أشير X وعوض عنها بقيمتها وهي R cos سيتا وتساوي سالب 2 2 الآن رح تخلص من cos لكي أحصل على R لقيمة لوحدة فبالتالي أقسم على cos للطرفين فبالتالي واحدة في البسط والمقام رح يكون عندي R تساوي سالب 2 على cos إذا صارت سالب 2 على cos فإنها تساوي سالب 2 في 1 على cos إذن 1 على cos هذه هي إحدى الدوال المثلثية 1 على cos لها قيمة سبق أن أخذناها هي عبارة عن السك فبالتالي سالب 2 1 على cos التي قلنا أنها سك إذن نحصل عن قيمة R تساوي سالب 2 6 ثربيع وهي الخيار A إذن الخيار الذي كنا فكرنا فيه في البداية هو خيار خاطئ لو أخذنا بالتعويض المباشر أو بالنظر في ضروري أنه لما تكون عندنا خيارات نحلها ولا نتمد على طريقة التخمين إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية درسنا هذا نأمل أن نكون وفقنا وقضينا وقت معكم وقت جيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته